بسم الله الرحمن الرحيم حجيكم الله عزيزي الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو بطاقة رقم 7 من البطاقات التعلم الذاتي لمبحث الرياضيات للصف 11 أدبي وسنشرح في هذه البطاقة إن شاء الله وبعونه وكرمه بالحد العام المتتالي هنبسي لكن قبل أن نبدأ رجاء حار لمن يشاهد هذا الفيديو أن يضغط زل لايك وأن يشترك في القناة إن لم يكن مشترك في هذا القناة تقديرا للجهد الذي نبدله في هذه الفيديوهات وحتى تعوم الفائدة سنبدأ إن شاء الله في تلخيص المحتوى في الحد العام للمتتالية الهندسية حانود يساوي ألف ضرب حراه نون ناقص واحد طبعا هنا الأساس طبعا مرفع للأس ألف طبعا دائما الحد الأول وراه هو الأساس طبعا نون رتبة الحد كيف تأتي الأسئلة أنظروا معي هنا مثلا المثال جد الحد السابع طبعا يريد منك الحد السابع يعني حا سبعة حا سبعة طبعا هنا من المتتالية الهندسية حدها الأول هنا ألف وهنا أساس وراه فتطبيق مباشر هذه ألف سالب واحد على أربعة سالب ربع را اثنين أساس سبعة ماقص واحد يصبح ستة اثنين أساس أربعة وستون ضرب سالب واحد على أربعة فبالتالي سالب ستعاش الآن انظروا معي جد الحد الخامس يريد منك حا خمسة طبعا حا نون يساوي ألف فرا نون ناقص واحد دائما الحد الأول ألف ألف هنا اثنان ضرب طبعا هنا أريد الحد الخامس را الأساس وهو كان ثلاثة نون طلب منك الحد الخامس يعني خمسة ناقص واحد فيساوي اثنان ضرب ثلاثة أس أربعة طبعا ثلاثة أس أربعة يعني ثلاثة سنضرب في نفسها أربعة مرات وهي واحد وثمانون ومن ثم سنجد هذا الدرس سيكون مئة واثنان وستون هو الحد الخامس سؤال آخر يريد هو أن تعرف أكتب الحد النوني أو الحد العام في المتتاليات الهندسية التالية فمثلا اثنان سالب ستة طمانطعش انظروا هنا الألف هو الحد العام سالب ستة تقوم بكيف ساتب الراء الراء تساوي سالب ستة الحد التالي من تقسيم الحد السابق فيكون سالب ثلاثة هذا هو الراء فبالتالي تستطيع إيجاب الحد العام الثلاثة سالب ثلاثة في نون ناقص واحد هنا مثلا يريد منك أربع من نفس الأجل هذا الحد الأول راء الأساس كيف أتيناها عشرين ناقل تقسيم أربعين فيكون نصف هذا هو الأساس فنقوم بتعويض عن ألف ونقوم بتعويض عن راء مثال اكتب الحد العام المتالي أرسين طبعا ألف هذا هو ألف هو الحد الأول ألف تساوي اثنان راء تساوي ستة تقسيم اثنان يساوي ثلاثة فالحد العام حا نون يساوي اثنان ضرب راء وهي ثلاثة في نون ناقص واحد فهذا هو الجواب نشاط ثلاثة متتالية هندسية حدها الرابع يساوي أربعون وحدها السابع يساوي ثلاثمائة وعشرون أكتب هذه المتتالية حد الرابع يساوي أربعة ألف ضرب راء أربعة ناقص واحد حد الرابع هو أربعون والأساس طبعا أربعة ناقص واحد الأساس طبعا أربعة ناقص واحد يطبق هذا معدلة الأول بالمثل سنقوم بتعويض عن نون ونقوم بتعويض عن حد السبعة سيكون عندي أصبح معدلتين بقسمة اثنان على واحد فنقسم طبعا الألف سنختصرها مع الألف عشرة راء الستة ناقص ثلاثة طبعا في حالة الأسس تطرح يعني هنا سيكون ستة ناقص ثلاثة فبالتالي أصبح ثلاثة ثلاثة وقسمة أربعمائة تلتمائة وعشرون على أربعين سيكون ثمانية فبالتالي سنأتي بالجدر التكعيبي الجدر التكعيبي للثمانية ستصبح اثنان ومن ثم تعود في أي واحدة سنعرف قيمة ألف وبالتالي نستطيع أن نجد هذه المتائجة انظروا كيف سنحل هذا الشكل متتالية هندسية حدها الثالث ثلاثة تساوي اثنى عشر يعني هو الألف فرا نون ثلاثة ناقص واحد طبعا ستكون المعادلة كالتالي اثنى عشر تساوي ألف فرا والستان هذه المعادلة رقم واحد نكمل وحدها السادس ستة وتسعون يعني حا ستة يساوي ألف را ستة ناقص واحد طبعا قيمة الحد هو 96 يساوي ألف راقص خمسة هذه معادلة اثنان بقسمة بقسمة واحد بالقسمة تقسم اثنان على واحد ستكمل طبعا هنا 96 على 12 يساوي ألف راقص خمسة على ألف راقص اثنان هنا سنختصر الألف مع الألف الأسس في حالة القسمة تطرح فخمسة ناقص ثلاثة اثنان ثلاثة فراقص ثلاثة 96 تقسيم اثنى عشر سيساوي ثمانية سنأتي بالجدر التكعيبي للتكعيبي بالأل الحاسبة لرا وستكعيب يساوي جدر التكعيبي للثمانية من خلالها را تساوي اثنان سنقوم بالتعويض في المعادلة واحد يعني اثنى عشر تساوي ألف ضرب راقص الأساس اثنان أثنان 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 أربعة فبالتالي سيكون اثنى عشر تساوي أربعة ألف سنقسم على أربعة سنقسم على أربعة سيكون الجواب ألف هو كام سيساوي ثلاثة إذن الحد الأول ثلاثة والأساس هو كام إثنان سنضرب في إثنان يعني ثلاثة ضرب إثنان هنا ستقوم بالضرب في إثنان يعني ثلاثة ضرب إثنان ستة ستة ضرب إثنان إثنان عشر إثنان عشر ضرب إثنان أربعة وعشرون وهكذا حتى تصل إذن شكرا لحسن ستماعكم إن شاء الله المرة القادمة سنشرح سنستكمل الشرح هنا الحد السابع في المتتالي الحدها الأول واحد وأساسها ثلاثة الأول واحد تستطيع إما أن تضرب أو أنت ستأتي بحسب القانون الحد أول واحد ضرب الأساس ثلاثة وهو يريد السابع طبعا سبعة ناقص واحد وبالتالي تساوي سيكون الجواب هو دال الحد السادس في المتتالية الحسابية طبعا هذا حد الأول ألف سنقوم بستة تقسيم اثنان سيكون الأساس هو ثلاثة وبالتالي سيكون الحد السادس طبعا هنا حسب القانون سنستطيع إيجاد الحد فالحد طبعا حسب قانون حد الثنان الحد الأول ضرب الأساس هو يريد السادس ستة ناقص واحد سيكون خمسة سيكون الجواب خطأ ضربنا هنا خطأ أربعمائة ستة وتمانون أساس المتتالية الهندسية ستة وتمانين قبعا نصر نقوم بقصوة اثنان على اثنان على أس على ستة فيساوي اثنان الحد العام أو الحد العام للمتتالية هندسية ثلاثة وتسعة سبعة وعشرون طبعا نقول الحد الأول هو عبارة عن ثلاثة وفي نون ونون عبارة عن هنا ستكون ثلاثة نون آسف سنأتي في الأول في را را تسعة على ثلاثة ستكون عبارة عن ثلاثة طبعا هنا سأقوم بإيجاد ثلاثة الحد العام الثلاثة ضرب ثلاثة أس نون ثلاثة أس نون فهي ستكون دال بس لكن لو ضرب منك الحد العام ستكون أيضا ثلاثة مضرور لأنه يريد الحد العام أساس المتتالي الهندسية في الحد الثالث هو 12 وحدها الخامس هو 48 يريد سنقوم هنا إذا أردت أن تحل هذا الحل بشكل سريع ستقوم بعمل قسمة سنقوم القسمة من حدين أو من جزئين هنا سنقوم بقسمة 48 الحد الخامس على الحد الثالث هنا موجود ألف ألف حسب القانون هنا را الخامسة أي خامسة ناقص واحد وهنا را ثلاثة ناقص واحد سنختصر في الحل طبعا ألف ستذهب مع ألف 48 تقسيم 12 سيكون أربعة والرا في حال طبعا هنا را خمسة ناقص واحد ستكون أربعة ورا طبعا هنا سيساوي هذه أربعة وهنا ستكون اثنان أربعة ناقص اثنان اثنان فرا تربيع لأن الأسس في حالة القسمة تطرح سنقوم بإيجاد الجذر فرا ستساوي اثنان را ستساوي اثنان الحد الذي قيمته 486 في المتتالي هندسية نا 26 هو طبعا هنا سنكون حانون ستساوي ألف في را نون ناقص واحد الحد المطلوب هو 486 ألف هي اثنان را طبعا كيف 6 تقسيم اثنان ستكون ثلاثة في نون ناقص واحد سنقسم الطرفين على اثنان سيكون الجواب 243 سيساوي 3 اس نون ناقص واحد طبعا 243 هي عبارة عن 3 3 اس خمسة وتساوي 3 نون ناقص واحد طبعا بما أن الأساس متساوي إذن الأسس متساوي الأسس فخمسة تساوي نون ناقص واحد سنقوم بنقل واحد على الطرف الآخر سيكون نون تساوي خمسة زائد واحد وفي هذه الحالة سيكون نون ستة فهو الحد السادس هو الحد السادس هكذا نقوم قد أنهينا هذه البطاقة إن أعجبتكم يرجى أن تنشروها وأي خطأ في الحسابات سامحوني وأكتب لي في التعييقات حتى أعدله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة